السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين ايه يا رب اكونوا بخير في الفيديو بتاع النهاردة باذن الله ازا كنت انت بتعاني من بطل التحميل او بتبحث عن برنامج مجاني وقوي البرنامج انترنت ده او اللوت مانيتجر اللي كلشوا بيطلب منك ان انت تجدد الترخيص او تشتريه فانت في المكان الصح لان احنا ببساطة هنتحدث عن برنامج مجاني وفري هو برنامج جو بيد ده اللي بيعتبر واحد من افضل واسرع برامج التحميل المجانية برنامج فري غير مدفوع بدون ما تدفع فيه اي جنيه هتستنتع بتحميل كامل ومجاني من كل المواقع اول ميزة في برنامج جو بيد انه بيقسم الملفات الاجزاء متعددة مما يمنحك سرعة كبيرة جدا في عملية التحميل الحاجة التانية بيدعم استكمال التحميل حتى لو الانترنت تقطع او الكهرباء تقطعت من الجهاز فبامكانك ان انت ترجع تحمل الملف تاني الحاجة التالتة ان البرنامج مجاني تماما وخفيف على الجهاز وبيدعم اشهر المتصافحات زي متصافح جوجل كوروم ايج بيروفيكس بالاضافة طبعا ان انت ممكن تحمل بيه فيديوهات وملفات كبيرة بمنتهى السهولة والامان لو حضرتك حابب تعرف هنحمل البرنامج ازاي وانثباته على الجهاز ونبدأ في عملية التحميل تابع معايا الفيديو لنهاية كل اللي مطلوب من حضرتك ان انت هتفتح المتصافح الخاص بيك وتيجي في خانة البحث دي تكتب كلمة جوبيد هتختار طبعا الخيار الاولاني هو ده الموقع الرسمي للبرنامج هتضغط عليه تنتظر لحديث مصافحة البرنامج تحمل معك بالصورة اللي حضرتك شايفها ديجت هتبدأ تنزل على طول على كلمة داو اللود هتضغط عليها ضغطتين متتاليتين هتنتظر لما عملية التحميل تبدأ معاك زي ما حضرتك شايف كده بدأت عملية التحميل طبعا البرنامج مساحته صغيرة حوالي عشرين ميجا بالضبط برنامج طبعا مجاني بالكامل في ري بيدعم كل المواقع وبيدعم اغلب المتصفحات المشهورة زي ما ذكرت لحضرتك في الفيديو كل اللي انت هتعمله هتنتظر للحين انتهاء عملية التحميل بعد عملية التحميل هيظهر معاك الملف المضغوط بالصورة ديجت طبعا انا التحميلات آآ كل اللي انت هتعمله هتبدأ تقف آآ تعمل عليه كليك يمين تضغط على كلمة آآ فتح وبعد كده تبدأ تفك الضغط عن الملف تضغط على كلمة موافق وتنتظر لما يتم فك الضغط عن الملف طبعا هتفتح الملف هتلاقي موجود اللي هو البرنامج هتبدأ تضغط عليه ضغطتين عشان تبدأ عملية آآ تثبيت طبعا هو بيدعم آآ مجموعة اللغات بس طبعا ما بدعمش اللغة العربية هنختار اللغة الانجليزية هتضغط على موافق وبعد كده ونكست وبعد كده نعم وبعد كده تختار ان انت تعمل ايقونة على سطح المكتب وتكمل عملية استطاب بمنطقة البساطة وتنتظر لحين الانتهاء من عملية تثبيت البرنامج لحديث ما تظهر لك الايقونة بتاعته على سطح المكتب تابع معي طبعا بكده عملية التثبيت آآ انتهت ومجرد ما تنتهي عملية التثبيت هتلاقي البرنامج فتح معك بالصورة اللي حضرتك شايفها دي طبعا برنامج خفيف جدا ما بيستهلكش اي من موارد الجهاز هتروح طبعا رايح على ويبدأ يقولك آآ ثبت الاضافات طبعا هتختار المتصفح اللي انت بتشتغل عليه وتثبت الاضافة الخاصة به طبعا بيدعم تلات متصفحات متصفحات. انا طبعا عشان المتصفح الموجود على الجهاز بتاعي اج فاختار تثبيت الاضافة بتاع اج حضرتك لو عندك متصفح تاني تختار الاضافة المناسبة لمتصفح الخاص بك بعد الضغط هتلاقي فتح معاك على طول الصفحة بتاع الاضافة تضغط على الحصول عليه تمام تضغط على اضافة ملحق هتنتظر لما عملية تثبيت الاضافة تتم على المتصفح الخاص بك طبعا الموضوع مش بيستغرق وقت كبير زي ما هاراك شايف كده عملية التثبيت شغال فانا انتظر لما يتم عملية تثبيت الاضافة بنجاح هو طبعا زي ما هاراك شايف كده بيقولك ان الاضافة تم تثبيتها بنجاح تبدأ تروح على اللي هي الملحقات وادارة الملحقات وتتأكد ان الاضافة شغالة زي ما هاراك شايف كده لازم تتأكد ان الاضافة فعالة وشغالة عشان ده اللي بيولقت على طول الروابط من اغلب الصفحات طبعا هنروح رايحين على الخيار الاولاني هنا منه هتظهر لك اللي هي الحاجات اللي انت هتبدأ في عملية التحميل وهنا بيظهر الاشياء اللي انت قمت بتحميلها طبعا التحميلات اللي حضرك بتحميلها بتنزل في ملف الدو اللود عندك او التنزيلات اللي هي موجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك طبعا بكده احنا سبتنا البرنامج بمنتهى النجاح طبعا هنبدأ فيه تجربة عملية للبرنامج وازاي هنحمل منه هنبدأ مسلا نجرب نحمل نسخة ويندوز 11 من موقع ميكروسوفت طبعا نضغط على تنزيل تمام وبعد كده ننزل على اللي هو اختار نوع النسخة نختار حدد التنزيل هتحدد طبعا نسخة ويندوز 11 تضغط على تنزيل الان هيتم طبعا التحقق من صحة الطلب بتاعك هتنتظر لما يتم التحقق من صحة الطلب لحظات بسيطة بعد كده هتحدد اللغة اللي انت هتحمل بيها نسخة الويندوز انا هختار اللغة العربية نضغط على تأكيد وننتظر بده لما يتم التحقق من صحة الطلب لحظات بسيطة هتبدأ تظهر معك النسخة هتبدأ تضغط على داول لود زي ما حدراك شايف كده البرنامج على طول لقط رابط التحميل هتضغط على الخيار اللي في الاسفل واتا تضغط على داول لود زي ما حدراك شايف كده سرعة التحميل اللي شغاله في الملاثف عالية جدا بتوصل لحوالي اربعة ميجا في الثانية الوحدة الخطوة اللي جاية بقى ان انا هبدأ احمل انواع مختلفة من الملفات هنا ملف صورة جي بي جي هبدأ اعمل لها عملية داول لود زي ما حدراك شايف دي دي عبارة عن خلفية للويندوز هبدأ اعمل لها عملية داول لود طبعا هتبدأ عملية التحميل بسرعة هو عبارة عن ملف خلفية للويندوز طبعا الملف تم الانتقام التحميله هبدأ افتح الملف ممكن ان انت هتفتح الملف تستعرضه من نفس البرنامج زي ما حدراك شايف كده تم التحميل بنجاح هبدأ اجرب احمل ملف ملف صوت يعني هي كانت عبارة عن صورة الفتحة انا مش هدرا افتاحها بعد التحميل عشان حقوق طبع والنشر طبعا عملية التحميل تمت بنجاح ونزلت برضو في التحميلات زي ما حدراك شايف كده قدامك هبدأ اجرب احمل آآ فيلم من موقع اي شديد زي ما حدراك شايف كده برضو عمليه التحميل. بتتم بسرعة آآ فوق التلاتة ميجا. يعني دخل على اربعة ميجا. طبعا هوقف التحميل. هبدأ ارجع بقى ان انا حمل البرنامج بالبرنامج. يعني ده ملف مضغوط. فاجرب هل برضو بينفع ان هو يحمل الملفات المضغوطة ولا لا? اضغط على ده ولود. هتلاقي ان هو قدر ان هو يحمل ملف المضغوط. زي ما هرقش شايف كده. ده الملف آآ بيحمل البرنامج نفسه يعني. من نفس الموقع. هبدأ اضغط على ده ولود. هو طبعا ملف زيب مضغوط. زي ما هرقش شايف كده عملية التحميل بدأت بنجاح. طبعا البرنامج عنده قدرة على تحميل كل انواع الملفات. افلام ملفات صوت صور ملفات مضغوطة. بكده طبعا يكون الفيديو بتاعنا انتهى النهاردة بعد ما استعرضنا هذا البرنامج الجميل. والسريع في تحميل كل انواع الملفات واللي بتعامل مع اغلب المواقع. طبعا ارجو ان تكتب لي رأيك في البرنامج في التعليقات. وتدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.